اشتركوا في القناة مع الاستحاد السكنداري في الموسم الماضي عاد لمصر بعد تجربة قصيرة مع نجران السعودي لخلافة حمد سطي الذي اطيل من تدريب سموحة عطت خسارة الازرق امام طلائع الجيش في الجولة الرابعة ولكنه خسر في اول مواجهتين امام الداخلية بهدف دون رد بالاسكندارية والزمالك بهدفين نظيفين في القاهرة في الجولتين الخامسة والسادسة قبل ان يعرف معه الفريق طريق الانتصارات على حساب حرس الحدود بهدفين ايضا في الجولة السابعة من جانبه تولى طارق يحيى جناح زمالك الدولي في الثمانينات والتسعينات مهمت قيادة المصر بداية الموسم الحالي بعد موسم متواضع مع مصر المقصة الذي قدم معه واحدا من افضل مواسمه كمدير فنية عندما صعد للاضواء موسم 2010-2011 وانهى المسابقة في المركز السادس برصيد 45 نقطة يحيى بدأ موسمه مع المصري بشكل جيد ونجح في حصد 10 نقاط في الجولات الخمسة الاولى قبل ان يتراجع في اخر جولتين عندما خسر من طلائع الجيش بهدفين الى اربعة وتعادل مع الداخلية سلبيا في المواجهات المباشرة بين الرجلين تفوق الوطن على الفرنسي في الموسم الماضي عندما قاد مصر المقصة للفوز على الاتحاد بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشر بالمجموعة الاولى التي انهى هاسيد البلد في المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع لاباني مقابل 24 نقطة للمقصة مع يحيى اشتركوا في القناة